كلمتين حول دوالي الساقين دوالي الساقين باختصار حتى أكبر الدوالي هاللي هي أدعنا إيد العنب مسببة من وريدين أساسيين هذول 95% من الحالات الدوالي نابعة من هالوريدين هاللي بالحالة الطبيعية هن صغار وسخيفين وممكن استقصالهم بدون أي مضاعفات للجسم ولكن هذول الوريدين هن اللي بيسببوا 95% من دوالي الساقين من زمان كنا نضطر أنه نعمل استقصال استقصال جراحي عبر جرح بالمغبن وجرح تحت بالساق وكنا نعمل لهم ستريبينج عملية كان إلى مضاعفات ومؤلمة وتستدعي المشفى وتخدير عام من زمان هلأ من 2003 تقريبا بطلنا نعمل استريبينج بشكل نهائي بنعمل هلأ الليزر الداخلي أو الاندوليزر عملية بسيطة عبر سقب قبرة بندخل الليزر عبر الوريد هاللي بدنا كنا نستقص له هلأ ما في داعي نستقص له منتسكره فقط تسكيره عبارة عن تلييفه بلما ندخل الليزر فيه ونشغل الليزر نحن وعم نسحب سلك الليزر بيغلق داع معيوننا ونطلع وبتكون العملية انتهت معظم هالدوالي الكبيري أدعاني اللي عنا بالمتصلة هاللي كانت عم تتغزى من هالعرق هذا بتلاقيها كلابس تراحت خلال شهرين أو ثلاثة نادراً ونعمل شغلة تجميلية اسمها مايكروفليبكتومي للعروق الكتير كبيرة عبر سقوب قبرة بنقدر نشيلها عدا ذلك بنعمل المعالجة بالحقم بالفوم لبعض العروق اللي مانا منفوخة الخضرة كمان بتروح وأحياناً بنعمل هدول الثلاثة بجلسة واحدة